في قطاع التكنولوجيا تعلن شركة الفابت شركة الأم لجوجل عن ارتفاع في أرباحها الفصلية بـ 21 أو 28% وارتفاع في الإرادات بـ 21% تعود طبعا هذه النتائج المخرزة للشركة بفضل الإعلانات على الهواتف الذكية وكذلك على اليوتيوب ونتابع معكم الإرادات التي سجلت لدينا ارتفاع بـ 21% لتأتي لدينا بـ 21 مليار ونصف مليار دولار صافي الأرباح سجل ارتفاع بـ 28% إلى 4 مليارات 820 مليون دولار ربحية السهم ارتفعت بـ 15% وبلغت لدينا 8 دولارات وأربع سنتات الأرباح المدفوعة من الإعلانات كانت تأتي من الهواتف الذكية وكذلك من اليوتيوب وكانت هي المغذي الرئيس لإرادات الشركة تعمل شركة ألفابيت أيضا أن توسع عملها ونشاط محفظتها ومشاريعها الطموحة والتي تفسر بأنها ربما تتخطى فيها المصاريف كونها تحتاج دائما إلى الأبحاث وإلى الدراسات والأرباح القادمة من هذا النوع من المشاريع تحاول أن تنافس فيها ألفابيت كبرى الشركات لتصبح بذلك من ضمن أهم أربع شركات في قطاع التكنولوجيا لدينا من أحد هذه أيضا المشاريع جوجل نيست والسيرات الذاتية القيادة جوجل فايبر وجوجل إكس الذكاء الاصطناعي جوجل إكس تعاول الشركة أن يكون هو المشغل أو المشروع الأكثر ربما حيوية نهيكم عن أنه يشمل الإختراعات الجديدة للشركة فيما يتعلق بحجم الإعلانات القادمة عن طريق اليوتيوب وكذلك الإرادات القادمة من الإعلانات على اليوتيوب أو حتى على جوجل تقول الشركة أنه سوق الإعلانات الرقمية سيدغى على سوق الإعلانات التلفزيونية في حتى عام 2018 بلغت إرادات الشركة لأربع الثاني 184 مليون من خلال هذه المشاريع لوحدها وكونها تحتاج هذه المشاريع نوع من التحفيز خاصة فيما يتعلق بدفع المصاريف عليها تبلغ الخسائر فيها 859 مليون دولار أمريكي إذن لم تحقق أرباح من خلال هذه المشاريع فيما يتعلق بحركة السهم سجل لدينا قفزة واضحة السهم منذ أن تم نتحدث عن إطلاقه وحتى التداولات التي يصل فيها السهم إلى المستوى القياسي الذي نلحظه ويرتفع بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 546 مليار دولار أمريكي